تقدم جديد لقوات الجيش والمقاومة في جبهة القبيطة وحيفان تعود هذه الجبهة المحورية في سياق المواجهة مع ميليشيا الحوث الانقلابية إلى الواجهة مجددا إثر معارك تخاض بالإمكانية المحدودة نفسها من التسليح والإمداد فقد أسفرت أحدث المواجهات عن التحام جبهة شعب في القبيطة مع جبهة حيفان وفي إطارها تم تحرير عدد من المواقع أبرزها منطقة الجلاحيم ومنطقة نجد المشقر ومدرسة الخضر ومنطقة الكرب ويجري الزحف باتجاه جبل الجالس أحد أهم الأهداف التي يسعى الجيش إلى استعادتها من أيدي ميليشيا الحوث الانقلابية نحن الآن مسيطنا على منطقة الكرب ومطلين على جبل القشع وتبت العجوز وتب البيضاء وإن شاء الله الآن على وشاكل التقدم نحو جبل الجالس وهذه المناطق كلها ونسبت وكالة الأنباء اليمنية إلى ناطق باسم محور تعز العسكري تأكيدا أن قوات الجيش الوطني تمكنت من التواغل في عمق العدو والسيطرة على مناطق جديدة في المحور الغربي منها شرف حفيظ ومنطقة جولة عريم وجبل المستك واللكم السوداء قبل جولة عريم ومنطقة الموشج جنوب المغصوب بالإضافة إلى منطقة المغصوب كاملة المصدر ذاته لفت إلى أن التقدم مستمر باتجاه منطقة شرق عريم لتحرير نجد ضمران وجبل الجاح الاستراتيجي وفيما تستمر المواجهات في هذه الجبهة سجلت المصادر تدخلا لطيران التحالف الذي يقدم إسناد لقوات الجيش بغرض سيطرة على قمة جبل جالس الاستراتيجي طيران التحالف استهدف بعدة غارات منطقة سوق الواقعة غرب القبيطة ما أسفر عن تدمير أسلحة وتعزيزات للميليشيا في تلك المنطقة يغيب الزخم الرسمي والإعلامي عن مجريات المعركة المصيرية التي يخوضها مقاتل والجيش الوطني في القبيطة وحيفان على الرغم من الأهمية المحورية لهذه الجبهة والتي يشكل حسمها خطوة متقدمة لهزيمة الإنقلابيين تركة خطيرة من الألغام يجري التعامل معها بهذا الجهد المحدود والإمكانية المحدودة على نحو يكرس معاناة أبناء هذه المناطق من جراء طول أمد المعركة ومخلفاتها وتبعاتها وعلى الرغم من الأهمية القصوى لمعركة تحرير القبيطة وحيفان من أجل تحصين أهم قاعدة عسكرية في جنوب البلاد وهي قاعدة العند التي تطل عليها هذه المناطق فإن هذه المعركة لا تزال دون المستوى من الاهتمام من جانب المنطق العسكري الرابعة وإلا لكان الحسم قد أنجز قبل فترة طويلة من الزمن